تغزو مدينة كاراتش الباكستانية ظاهرة قتل الكلاب في الشوارع للحد من تكاثرها الكبير لكن فريقا من أنصار الرفق بالحيوان يحاولون أن يجدوا طريقة أقل قصوى لتحقيق الهدف نفسه في ملجأ للحيوانات تابع لمؤسسة إدهي على تخوم المدينة البالغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة يبدو النزلاء من الحيوانات المحتاجة إلى رعاية في حالة يرثالها لا أعتقد أن قتل الكلاب هو الحل الأمثل للحد من تكاثرها إن أردت التحكم بإعدادها عليهم أن يأتوا بها كي نخصيها كي تصبح عقيمة إنها الطريق الأمثل للتحكم بالجراء وبموجب القوانين البلدية التي تعود إلى زمن الاستعمار البريطاني يسمح للسلطات المحلية أن تقرر قتل الكلاب الشاردة سواء بالرصاص أو بالسم ولا يبدي سكان كاراتش إقبالاً يذكر على تربية هذه الكلاب حتى أن القلة منهم التي تقبل على هذا الأمر سرعان ما تتخلى عن كلابها عند أول مؤشر على إصابتها بمرض أو بمشكلة ما أرجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر